اشتركوا في القناة طريقة تركيب الستايل على المنتدى طبعا مع طريقة كيف نجعل كل قسم استايل حالة يعني مثلا القسم الاسلامي يكون له استايل حالة مثلا القسم الاسلامي مثلا القسم العام فهذه الطريقة بإذن الله راح نشرحها هي سهلة بإذن الله أول شي مثلا أغلبكم يعني يجد مثلا استايل مجاني مثلا يبي حملة عندنا مثال مثلا اللي هو استايل رمضاني نزلت أنا اللي هو استايل رمضان السنة اللي فاتت طبعا المهم هذا المجلد مقدمه كذا وشرح الطريقة التركيب بعد ذلك نجي إلى النقطة اللي هي مهمة اللي هي تحميل الاستايل فيه طريق دي أو فيه رابطين لتحميل استايل طبعا تختار أي رابط يعجبك سواء الفورشير أو الميدا فاير نفتحهم جميعا عشان بس طريقة تحميل ننتظر حتى يفتح الموقع هذا الميدا ننتظر حتى يصير زرق هنا ما عليكم من هذه المهم نحن راح يفتح لك يطلع زي كذا ننتظر حتى يصير زرق الرابط زي هذا بعد ذلك تضغط عليه كذا بعد ذلك تختار التحميل وهنا تختار المسار المجلد وانت بيتحمله طبعا أنا محمله هنا الميدا أو الفورشير نفس الأمر تضغط تنزيل الآن بعد ذلك تنتظر حتى يخلص العد اللي هنا بعد ذلك تحمله طبعا أنا الحين مني محتاجة أو مني محتاج بالتحديد التحميل لأني حملته وخلصت أول شي راح نقوم فيه اللي هو هذا المجلد بعد ما تحمله نروح نفك عنا الضغط طريقة استخراج إلى استايل راح يطلع لنا مجلد طيب نفتح المجلد مثل ما تلاحظون معي هنا راح يطلع لنا عدة أشياء طبعا أنا في الواجهة وواجهة المصممها حتى ما علينا بس هذه واجهة يعني للموقع ما هي فمحنا محتاجين الواجهة والتعريفات هذه محنا محتاجينها حين طريقة تركيب وكذا لأني راح أشرح أهم المهم ندخل على مجلد استايل أي استايل راح تلقى فيه مجلد اللي هو مجلد الصور ومجلد الثاني اللي هو اكسمل اللي هو راح نرفعه من لوحة التحكم بالنسبة للمجلد اللي هو مجلد الصور مثل ما نلاحظ هذا هو الايقونات والستايل واللي هو الفوتر والهيدر والإطارات وكذا المهم حنا نروح راح نكون محتاجين البرنامج اللي هو الفتيفي طبعا فلاش نفتحه طبعا موجود راح أضع لكم رابط تحميله بإذن الله نفتح البرنامج حلو راح يطلع لنا زي كذا نضغط هنا راح يطلع لنا عدة خيارات هنا مثل ما نلاحظ أول شيء بالنسبة للقائمة اللي يسار اللي هي هذه حلو ركز ومعي نضغط على السهم هذا نروح إلى المكان اللي مخزنين فيه مجلد الصور سواء مثلا مخزنين في المكتب المكتبة أو الكاميوتر أو ريشة حالم المهم أنا نخزن فيه سطح المكتب حلو داخل مجلد اسمه تصميم ريشة حالم ندخل بعد ذلك استايل رمضاني ندخل حتى ندخل على الاستايل حتى نجد المجلد ما راح ندخل جوه المجلد خلوا الجزء هذا شوي ننتقل للجزء الأيمن نضغط على هنا أو اختصار اللي هو ثمانية نضغط عليه كذا ضغطة وحدة طيب نضغط ضغطة وحدة هنا يجينا نفس كذا طبعا هنا راح يخزن لك الأمر لكن احنا ما احنا محتاجين أو ما هو يعني أبي اشرح لكم من أول لما تطلع لنا القائمة هذي هنا يقول لك سيفر يعني تدخل هنا رابط الموقع اللي هو طبعا بدون دبليو حلو انا هو مخزن من دخله هنا راح يحفظه وتلقاي طيب هنا راح نكتب رابط الموقع انا رابط موقع مثل ما تلاحظون معي رشارطة حالم دوتكم حلو طيب هنا واحد وعشرين ما نغير فيها شيء هنا الاسم أو الوزر نيم راح يكون هذه اللي هي معلومات لوحة السيني بناء طبعا ما في موقع اللي يكون معطينا الاستضافة أو الشركة الاستضافة اللي هو مستضيف عندهم معلومات لوحة السيني بناء فمن خلال المعلومات اللي عندك في الموقع تدخلها هنا اللي هو الاسم بعد ذلك نجي للباسورد اللي هو الدخل هنا راح يطونك استضافة اذا معرفته اسأل استضافة عنه اللي هو تقولها بالبيانات الموقع وراح يطونك بإذن الله بعد ذلك دونك نضغط بعد ذلك نضغط هنا اللي هو دخول الموقع ننتظر حتى يحمل معنى راح يمكن ياخذ وقت شوي ولا والله بسرعة طيب نلاحظ ان نفتح معنى بعد ذلك هنا يطلع لنا مجلدات كثيرة حنا ما راح نكون محتاجين الا المجلد اللي هو دبلو 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 نضغط عليه مرتين دبل كلك راح يفتح معنى بعد ذلك ننتظر يحمل نفس الامر اطلع لنا مجلدات كثيرة ما راح نحتاج الا الفي بي مجلد الفي بي حلو مثل ما تلاحظون معي المسار دبلو دبلو في بي هذا المسار هنا نرفع ايش مجلد الصور اي مجلد اي استايل تبي تركب انت لازم ترفع على مجلد الصور من هنا طيب اول شي عشان ترفع نروح للجزء اللي هنا اضغط كلك كيمين حلو اللي هو اختصار شفت اللي هو نقل يعني ننقل استايل هنا نضغط على هنا وهو تلقائي راح يحمل المجلد هنا طبعا راح يطول راح ياخذ وقت منك لكن يعني انت انتظره حتى يحمل فلما ينتهي مجلد من تحميل بعد ذلك نكون انتهينا من الفتي في فننتقل الحين الى المنتدى او طبعا هننتهينا الحين فنسكر البرنامج ما عندنا محتاجة طبعا حمله زمان وراح ياخذ وقت لو بيحمله لكن ما راح يحتاجها الحين حملت استايل وخلصت طيب هلح هن راح ننتقل الى البرنامج او عفوا راح ننتقل الى المنتدى طيب هلحنا نروح للمنتدى عشان ندخل على لوحة التحكم مثل ما تلاحظون هذا المنتدى الحين هلحنا نروح الى اللي هي لوحة التحكم عشان ندخل البيانات وندخل ونرفع الستايل طيب مثل ما نلاحظ هنا ندخل الاسم الاسم المستخدم بعد ذلك ندخل الرقم السري بعد ذلك راح ندخلها الحين على لوحة التحكم ننتظر شوي طبعا في ملاحظة مهمة اللي هي اهم شي انك ما ترفع الملف اللي الحين نرفاح هنا الا بعد ما ينتهي مجلد الصور يعني اول شي ترفع مجلد الصور طبعا هذا افضل شي لما الان ينتهي مجلد الصور نروح الى لوحة التحكم مثل ملت ما تلاحظون معي نروح الى الاستايلات والقوالب هنا بعد ذلك نضغط كذا بعد ذلك يجي هنا رفع تحميل الاستايل نضغط هنا ننتظر حتى يحمل طيب هذا هو حمل معنا نجي هنا هذا الجزء هذا نترك ما راح يهمنا نضغط هنا الى استيراد ملف اكس مل نضغط هنا الى تصفح بعد ذلك نروح الى المجلد اللي فيه الاستايل بعد ذلك نختار بعد ذلك فتح حلو الحين هو تحمل معنا بعد ذلك ملاحظة يقول هنا تجاه الاستار المنتدى نضغط نعم بعد ذلك نضغط على استيراد طبعا هو لما نضغط استيراد راح يطلع لك انه يحمل بعد ذلك موافق بعد ذلك ترجع الى المنتدى تختار استايل هو راح يطلع لك اسمه استايل رمضان الكريم حلو طيب هذا هو راح يطلع معنا هذا بالنسبة لرفع الاستايل يعني الحمدلله تمام كذا خلصنا من الجزء الاول من الدرس اللي هو تحميل الاستايل وتركيبة تعلمنا كيف نحمل الاستايل مجاني نفكر الضغط عنه كيف نفتحه بعد ذلك نرفعه في المجلد بعد ذلك ندخل الاستايل ونرفعه من المنتدى كذا راح يكون تحمل معنا التمام طيب باقي نقطة اللي هي كيف نخلي كل قسم استايل يعني يكون استايل له اول شيء اذا انت تبي مثلا يكون المنتدى استايل رسمي يعني مثلا عندك اربع استايلات تبي اي زائر يدخل على المنتدى يجد الاستايل يعني تجد مثلا انا الان محطي استايل هذا محطيه هو الاستايل الرسمي لكن عندي استايلات كثيرة فاي استايل مثلا انت تبي كون هو الرسمي طريقة اختياره طبعا اول شيء نروح الى طبعا لوحة التحكم ما نطلع منها نروح الى خيارات المنتدى بعد ذلك نروح نبحث هنا عن اعدادات اللغة اللغة الاستايل نضغط مرتين عليه حتى يفتح هنا راح يقول لك الاستايل الافتراضي طبعا يعني معناها الاستايل الافتراضي يعني مثلا يدخل الزائر وش الاستايل اللي يجده موجود انت تختار هنا استايل مثلا ريشة حالم او تختار اي استايل انت يعني تبي كون هو استايل رسمي بعد ذلك تختاره هنا يجي السماح للعضاء بتغيير الاستايلات يعني مثلا انت عندك اربع استايلات ما تبي العضاء يعني يغيرون في الاستايلات فتختار استايل تبي استايل واحد يعني يطلع لهم هنا انما تقدر تغير استايل اضغط هنا لا يعني لا اسمح للعضاء في تغيرها لكن اذا تبي العضاء يغيرون استايل مثلا في اربع استايلات تبي يختارون اي استايل هم يبونه فتضغط هنا نعم بعد ذلك تضغط موافق كذا انت اخترت الستايل الرسمي تحدد هل تبي العضاء يقدرون يغيرون الستايلات او بستبي استايل معين هذا انتهينا منها الامر الاول طيب بالنسبة الى اللي هي عملية الستايل يعني يكون الستايل قسم الحالة هذه باذن الله راح نشرحها لكم الحين طيب اول شي راح نروح له الى المنتديات والمراقبين مثل ما تلاحظ امي هنا بعد نضغط على السهم هذا نختار التحكم باقسام المنتدى طيب اول شي طبعا طريقة رفع الستايل الخاص في المنتدى نفس الطريقة يعني ما في نفس طريقة رفع الستايل ترفع الستايل وترفع مجلد الصور بعد ذلك ترفع الملف بعد ذلك تضغط حفظ يعني نفس رفع الستايل لما ترفع الستايل وتخلص نجد الحين الى اللي هي قضية انك تبي تخلي القسم معين استايل مثلا انا بالريشة الرمضانية مثلا طيب اللي هي هذه نضغط على الريشة الرمضانية مثل ما تلاحظون معي فتح معي الاستايل الرسم يعني ما فيه استايل لها خاص فندخل على اول شيء المنتديات والمراقبين بعد ذلك التحكم في الاستايلات بعد ذلك نروح الى قسم الريشة الرمضانية سواء تضغط على الاسم او تعديل المنتدى بعد ذلك اذهب بعد ذلك تنزل تحت هنا كل الخيارات هذه ما تهمنا الحين الى خيارات الاستايل فنجي هنا مثلا استخدام الاستايل الافتراضي هنا تختار استايل للقسم يعني يكون بس خاص للقسم الاسلامي حنا نبي استايل رمضان حلو هنا يقول لك يعني يتبهي هذا الاستايل يكون موجود على كل العضاء او العضو يقدر يغيرك اذا انت تختار الانتابي مثلا تضغط لا بعد ذلك هنا تضغط اللي هي هذه هنا تجاوز الاستايل اذا تبيههم يشوفون اضغط نعم اذا تبي لا ما حد تبيه حد يغيره يكون هو استايل رسم القسم اضغط لا بعد ذلك اضغط حفظ نطلع من القسم الحين طيب هو الحين حفظ الى الاعدادات اللي انا سويتها حين نروح الى الريشة العامة اللي هي ريشة الريشة الرمضانية ننتظر حتى يحمل طيب في ملاحظة بس قبل شوي ما ضبط معنا لاني نرجع الى لوحة التحكم نفتح قسم الريشة الرمضانية عشان يطلع معك الاستايل تمام او عشان يطلع مع كل العضاء نضغط على تجاوز الاستايل المتعمد من العضاء اذا كان العضو يعتمد الاستايل محدد لا استعرض هذا المنتدفين وضعك نعم هنا سوف يلغي اختياره ويجعل الاستايل الذي قمت بتحديده انت بانه الاستايل المعتمد يعني اذا اخترت هنا لازم تحط هنا نعم علشان يطلع عند كل الاعضاء فنضغط هنا نعم بعد ذلك حفظ فننتظر حتى يحفظه طيب ندخل الحين على المنتدى اللي هو الريشة الرمضانية مثل ما نلاحظ معي هنا تغير استايل صار له استايل خاص ويعني شي خاص فيه طبعا كل شي راح يكون خاص فيه يعني من ناحية تنسيق الالوان من ناحية الوانه من ناحية الخط فاي شي راح اي شي انت سويته في الاستايل راح يكون متعمد نفس نفس الاستايل هذا هذه حنا اخذنا اليوم درس اللي هو طريقة تحميل استايل مجاني طريقة فك الضغط عنه بعد ذلك رفعه بعد تعلمنا كيف نرفع مجلد الصور وكيف نرفع الاستايل وتعلمنا بعد كيف اختار استايل يكون هو الرسمي للعضاء وكيف اجعل العضاء هل يقدر يغير الاستايلات او لا بعدين اخذنا وشلون نخلي مثلا القسم معين استايل معين يعني مثلا القسم الاسلامي له استايل خاص فيه طبعا انا ما انصح انه يكون يعني يعني كل قسم له استايل خاص لانه راح يثقل على البيانات لكن الافضل يعني مثلا القسم الاسلامي عندنا هنا يعني اخترت لها استايل حتى يبدأ ارمضان باذن الله نسأل الله انه يبلغنا فلكن اذا كنت كنت مثلا تابع الاسلامي استايل الحال والمنتدى العام والصور والفوتوشوب والسويش ماكس تصميم استايلات كل منتدى له استايل حاله هذا راح يثقل على المنتدى لان كثرة الاستايلات تأثر على قاعدة البيانات وتأثر على سرعة المنتدى او بطئة الى هنا انتهى درسنا اليوم اتمنى انه كان درس مفيد وسهل وفيه شي جديد اعتذر منكم سواء على الاطالة او التقصير واي استفسار او اي درس باذن الله اني موجود وحاضر الى هنا ننتهي كان معكم اخوكم ريشة حالم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته